قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب سبعة عشر في قصف جديد طال منطقات أنبدة بمدينة أمدرمان غربي الخرطومة وأقال شهود القصف استهدف مناطق سكنية مأهولة مما أدى إلى دمار واسع في عدد من البيوت والمشاة وتكثفت خلال الأيام العشر الماضية عمليات القصف الجوي والأرضي في عدد من مناطق العاصمة خصوصا الأحياء الجنوبية والغربية من مدينتي الخرطوم وأمدرمان مما أدى إلى سقوط أكثر من ستين قتيلا بحسب بيانات مجمعة صادرة عن لجان حقوقية وشبابية في أحياء مدن العاصمة الثلاثة الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري